ظهرت ثلاثة من صغار النمر الأبيض للجمهور للمرة الأولى في حديقة حيوان بالنمسا هذا الأسبوع الصغار الثلاثة ذكور وأطلقت عليها أسماء هكتور وباشا وزيوس ووضعتها أمها بروناي في السابع من مايو أيار حسب ما يقول مدير الحديقة رينر إدر ولدت صغار النمر الثلاثة في السابع من مايو هذه المرة لدينا ثلاثة ذكور نحن فخورون لأنها بصحة جيدة واندهشنا لأنه على الرغم من كبر السن الأم التي يبلغ عمرها ثلاثة عشر عاما فإنها وضعت بسلام وتمكث صغار النمر الثلاثة في حديقة الحيوان بالنمسا لمدة عام ثم تتبرع بها لحدائق حيوان أخرى ترجمة نانسي قنقر